لجنة التخطيط لقطاع قرط القدم أصدرت عدة قرارات متعلقة بقطاع الناشئين بالنسبة للمرحلة القادمة وهي أمور تنظمية بالنسبة لشغل القطاع في الفترة القادمة سواء على الصعيد الفني أو على الصعيد الإداري زي ما نشايفين في حضراتكم هي في الصورة قدامي أعضاء لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح وبإشراف الكابتن محمود الخطيب وعضوية الكابتن زكريا ناصف والكابتن خاليد بيبو وشفنا كمان موجودين أعضاء أو مسؤولي قطاع الناشئين الكابتن فتح مبروك الكابتن هشام حنفي وعيدا كمان الكابتن تامر حفني ودوره في مدرسة الكورة والبراعم خلال الفترة القادمة اللجنة استعرضت خلال الاجتماع الملف الخاص بتطوير قطاع الناشئين في حضور الكابتن فتح مبروك اللي عرض رؤيته حول تطوير القطاع وإزاي القطاع يتطور فنيا وإداريا بالشكل لحقق الأهداف اللي النادي الأهل بيخطط لها مستقبلا اللجنة اتخذت القرارات التالية الكابتن فتح مبروك يتولى كافة النواحي الفنية للقطاع للاستفادة من خبراتها الكبيرة على أن يتولى الكابتن هشام حنفي مساعد رئيس القطاع جميع النواحي الإدارية البدء في خطوات تطوير الاجهزة الفنية والإدارية وتسقيف لاعبي فرق قطاع الناشئين عن طريق عقد محاضرات فنية وتحكمية في تعديلات قانون كرة القدم الجديدة وده جزء بدأ الشغل فيه بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية وكان موجود الكابتن سامير محمود عثمان حكمنا الدولة السابق وساحب الخبرات الكبيرة في مجال التحكيم المصري كان موجود في اجتماع ومحاضرات لقطاع الناشئين خلال الفترة القادمة لللاعبين كمان هيتم الاستعانة بمحاضر نفسي وأخصائي تخزية للإسهام في تطوير الأداء النفسي والبدني للاعب القطاع وهذا الملف ملف مهم جدا الملف النفسي والملف الزيني وأيضا جزء التخزية ده من الأساسيات في عمل أي أجهزة فنية سواء بالنسبة للفرق الأولى أو فرق الدرجة الأولى أو حتى فرق قطاع الناشئين كمان في خطة موضوعة لتقييم لاعبي قطاع الناشئين في النادي الأهل هذه الخطة تم تفعيلها سواء للقطاع أو البرائم وفقا للأساليب الحديثة على مدار الموسم الموسم هو شغال دايماً هيكون فيه تقييم لللاعبين خلال الموسم والتقييم مش هيكون مرتبط بالنتائج فيه أساليب معينة لجنة التخطيط اعتمدتها لوضعها كمعايير لتقييم اللاعبين على مدار الموسم وإن شاء الله هذه الخطة بإذن الله هتكون نتائجها في نهاية الموسم لما بيتم تصعيد عدد من اللاعبين في المراحل السناء المختلفة أو حتى بالنسبة للفرق الأول كمان لجنة اكتشاف المواهب برئاسة كابتن محمود صالح لها دور في الفترة الحالية ومقدمة تصور بالنسبة لتطوير هذا القطاع أو تطوير هذه الفكرة في اكتشاف المواهب واقتناء العناصر الشابة الواعدة في محافظات جمهورية مصر العربية خلال الفترة الأخيرة دكتور محمود صالح اعتمد أو كان وضع خطة أو حط مشروع في هذا الموضوع ولكن التخطيط اعتمدت هذا الموضوع لتطوير طرق اكتشاف المواهب في الفترة اللي جاية من خلال كابتن محمود صالح بصفتها طبعا مدير إدارة اكتشاف المواهب في الفترة القادمة كل هذه الاجتماعات وكل هذه القرارات على مدار الموسم الهدف منها والغاية منها أن أنت بتوصل لمرحلة عايز أنك تستفيد بقطاع الناشئين استفادة كبيرة جدا القطاع يكون عامل إيجابي في تخزية الفريل الأول بلاعبين مميزين وكمان ده يكون ليه دور وربط مهم جدا بشغل الفريل الأول لأن الفريل الأول مرتبط شغله بشغل فريق الشباب موليد 97 فال97 مرتبطة بالدرجة الأولى فمهم جدا التجانس والتواصل بشكل عام بين القطاع مع الدرجة الأولى كمان من خلال لجنة التخطيط اللي بتعمل هذا الربط من خلال كوادر إدارية ورموز بالتأكيد بيديروا هذه الأمور خلال الفترة الأخيرة